أمر بإلقاء القبض صدر من المحكمة العليا في باناما على ريكاردو مارتينيلي وهو رئيس وسابق للبلاد والذي وجهت إليه تهام مختلفة منها ضلوعه في الفساد وسوء استخدام المال العام وارتكاب جرائم مالية واستخدام نفوذه لإخلاء سبيل أفراد من مقربيها كما يعتبر ريكاردو مارتينيلي من أثر أثرياء البلاد وقد حكم البلد الواقع في أمريكا الوسطى في الفترة من 2009 إلى 2014 أعتقد أن شروع في اعتماد هذه الإجراءات شيء جيد بالنسبة للبلاد لا ينسحب الأمر على الرصاء السابقين فقط كحال مارتينيلي ولكن على الوزراء وأعضاء مجلس النواب كل من يدوس على كرامة شعب البانامية فيجب أن يحل جميعهم إلى العدالة بسبب أفعالهم كفا من الإفلاس من العقاب الذي شهدناه في البلد منذ عقود وغادر مارتينيلي باناما في يناير كانون الثاني ومن المعتقد أنه يقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية